طيب اللي حصل من اتحاد الكرة خل وبعد كده قالك هنجيب مدرب أجنبي للمنتخب ومدير فني للاتحاد أجنبي ومدرب أجنبي للمنتخب الأولمبي وخبير أجنبي للتحكيم فكتب صديقنا العزيز ماجد نوار في الجمهورية قال لهم والنبي مطلوب خبير أجنبي خامس يدير اتحاد الكرة هو ده اللي ناقص عشان نخلص من المسألة فني اتجاه يعني فني اتجاه الخامس ده قال لك يدير الاتحاد نفسه بيقول ماجد نوار بات وضحن في لجان التحية التي يتم تشكيلها لحسم أي قضايا فساد أو قصور في الأداء أو إخفاق وأخطاء إدارية فاضحة وشبهات تآمر تسبب أضرارا جسيمة وتسيء لسمعاتنا الرياضية أصبحت بمثابة لجان للتهدئة وامتصاص الغضب والشح لتعود الأوضاع إلى نقطة الصفر مجددا دون اتخاذ عقاب أو الوصول لأسباب الإخفاق أو الإهمال الذي حدث دون معاقبة الجناء أو حتى الوصول للحقيقة لارتكاب هذا الخطأ المقصود المقصود بطبيعة الحال ده خلاصة كلام ماجد نوار فبيقول لهم لو المسألة الحلة عند الأجانب هاتوا خبير أجنبي يدير الاتحاد ده بدل منكم ده كان آخر ما في لعب العيال كما وصفها الكاتب الصحف الأستاذ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إنه اللي حصل مع النادي الأهلي ده كله في الآخر لعب عيال نطلع لفاصل وبعد الفاصل هنشوف مباراة القمة واللي فيها اشتركوا في القناة